الكلمات من اول مرة. اذا كانت عندك صعوبة بالتحدث بشكل مفهوم وواضح على اللفظ الصحيح لك وإذا كانت عندك مشكلة بالاستماع والفهم للغة الانجليزية، من الإخبار والأفلام، وباقي الأمور هذا الكورس إليك أهلاً وسهلاً بك في قناة سفيرس أكاديمي في هذه الحلقة الأولى من هذا الكورس المميز في هذا الكورس رح نأخذ أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية لكن بطريقة مميزة جداً طريقة غير مسبوقة طريقة مهمة لتعلم اللغة الإنجليزية إذن هدفنا من هذا الكورس اللي وراح يكون عبارة عن 200 حلقة كل حلقة رح تحفظ من أول مرة هدفنا أنه نحفظ بنسبة 100% الدرس كامل من أول مرة هل ستسأني كيف رح أعلمك الطريقة اللي رح تستخدمها حتى تحقق هذا الهدف ونحققه آن وياك إن شاء الله إذن أنا أعدك أيضاً أنه رح توصل إلى هذا الهدف إذا سويت الخطوات البسيطة اللي رح أشرح لك إياها وراح تتطور بشكل كبير جداً باللغة الإنجليزية كل اللي تعجب اللغة الإنجليزية هي أربع مهارات مهارة القراءة الكتابة السماع والفهم طيب والتحدث أيضاً هذه المهارات الأربعة اللي تحتاجها لكن يجب أن تكون عندك أسلوب وطريقة تستغل بها وقتك ولهذا السبب أنا حرص على وقتك وعلى وقتي ولهذا السبب سويت لكم كورس مميز ذات قيمة عالية جداً بحيث أنك تحفظ من أول مرة وتستثمر وقتك لأن في هذا الزمن كنا مشغولين وعدنا شغالات كثيرة لهذا السبب لازم نختار الطريقة والإسلوب الصحيح حتى نتعلم الطريقة اللغة الإنجليزية بشكل جيد ونستثمر وقتنا الإسلوب والطريقة اللي رح نتعلم بها هي طريقة الحفظ بالجمل اللي شرحتها بالتفصيل في كثير من الفيديوهات داخل القناة بإمكانك الدخول وستجد شروحات وتمارين على هذه الطريقة إذا كنت تريد أن تتعمق بها لكن بشكل مختصر هي أنه تحفظ جمل كامل بدل الكلمات والمفردات القصيرة جيد؟ إذن والنقطة الثانية هي أن تكتب بالقلم والكراس قلم لازم يكون عندك وكراس حتى تكتب الكلمات المهمة في كل حلقة من هذه الحلقات طيب إذا تشرب قهوة طبعا نجيب قهوة وإذا نجيب شاي حتى نقعد وندرس بشكل صحيح ونستثمر وقتنا ونتعلم لغة الإنجليزية بشكل ممتع طبعا يجب أن تركز معي أثناء الدرس ركز جيدا أثناء الدرس هي دقائق بسيطة إذا باليوم تشوف لك حلقة وعدك أنه رح تتطور تطور كبير جدا وتحصل على تستطيع أن تكتب مواضع جميلة يصبح عندك مفردات كثيرة إذا نأخذ مثال مثلا إذا تريد تبني بيت رح تحتاج إلى مكونات كثيرة حتى تكون هذا البيت كذلك اللغة الإنجليزية مكونات اللغة الإنجليزية هي المفردات لازم يكون عندك مفردات كثيرة حتى من تجي تريد تتحدث عندك خزين من الكلمات والمفردات والمصطلحات باللغة الإنجليزية حتى تقدر تستخدمها ولهذا السبب في هذا الكوس ركزت على أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية اللي رح يرفع مستواك باللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا طيب النقطة الأخيرة اللي هي كيف رح نتعلم هذه ونحصل على 100% من حفظ المعلومات هي التكرار بصوت مرتفع خمس مرات على الأقل كل كلمة كل مصطلح كل عبارة رح نكررها أنا وأنت خمس مرات بصوت مرتفع حتى نحفظها بشكل جيد طيب هذا مثال الآن عدناه رح تكون بالشكل التالي رح تكون الحلقة رقم الحلقة هنا والكلمة ومعناها نأخذ الكلمة ومعناها هنا بالعربي والسلايد البعدها رح يكون عندنا عبارة عن المثال الأول يكون هنا وترجمته وبعدها المثال الثاني وترجمته وبعد هذه الخطوات رح نراجع ملخص الحلقة كامل من نخلص ملخص الحلقة رح نسوي اختبار هذا الاختبار عبارة عن ثلاث أسئلة يجب أن تشارك بالاختبار طبعا مثل ما وعدتك أنه تحصل مئة بالمئة لكن لازم تطبق كل هذه الخطوات الاختبار بسيط جدا هو ثلاث أسئلة عن الحلقة تجاوبها وتكتبها بالتعليقات حتى تكون حققت الهدف أنه حفظت من أول مرة ما راح تحتاج تراجع الحلقة مرة ثانية طيب راح يختصر عليك الكثير من الوقت تحفظ تتطور يصير لفظك أفضل ويصير كتابتك أحسن طبعا هنا كاتب لك ملاحظة هذه الملاحظة راح تظلوا إياك أثناء الحلقة كاملة لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع طيب اثنين اكتب بالكراس والقلم وثلاثة قم بإجراء الاختبار الاختبار هو مهم أنصحك أنه تسويه في نهاية كل حلقة حتى تكون حققت الهدف اللي أنت جاي عليه ولنفس الوقت أنا أستثمر وقتي في تقديم ما هو أفضل اللي أتمنى منك الآن أن تضغط على إعجاب وتشترك في القناة حتى تجيك هذا الكورس وجميع الكورسات الموجودة في قناة سفيرس أكاديمي والتابع معي الاستمرارية طبعا هي أهم شيء في هذا الكورس وفي تعلم اللغة الإنجليزية الاستمرارية أساس كل شيء الاستمرارية الاستمرارية يجب أن تستمر حتى تحصل على هدفك بالكامل إذن أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية والآن خلينا نبدأ بالحلقة الأولى راح تجدها في مربع الوصف تجد الكورس كامل وتجد في التسلسل جميع الحلقات هذه مجرد مقدمة لهذا الكورس حتى تقدر تعرف تأخذ فكرة عن هذا الكورس وشن الفائدة اللي تحصلها من عنده والطريقة اللي لازم تتعلم بها طيب روح الآن للحلقة الأولى اللي راح تجيكم اليوم وبعد أيام كل يوم راح ننزل حلقة جيدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على إعجاب لهذا الفيديو وشكرا لكم على المتابعة ألقاكم قريبا إن شاء الله إلى اللقاء دعوة في موعد أو دعوة على موعد فلنقرأها معا ممتاز كررناها خمس مرات الآن خلينا ننتقل إلى الأمثلة ونتعلم كيف نستخدمها في جمل المثال الأول نقرأ مرة ثانية طالب راين من جودي الخروج لتناول عشاء ومشاهدة فيلم ممتاز كررناها خمس مرات اكتبها في كراسك حتى تحفظها بشكل جيد لأن هدفنا نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقة حتى نجرى الاختبار بعد قليل طبعا لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع خمس مرات فعنا هذا اكتب بالكراس والقلم بإمكانك الكتابة الآن وإيضا استعد للاختبار بعد قليل خلنا أخذ المثال الثاني ونتعلم اللفظ الصحيح واستخدام أسك آوت عندما طلب منها أخيرا الخروج وافقت على الفور فلنقرأها الآن سويا أنا وأنت اخير مرات ممتاز كرناها خمس مرات ونكون الآن حفظناها بشكل جيد اكتبها في كل رأسك هذه الجملة أو الكلمات الجديدة حتى نحفظها جيدا أما الآن خلين نسوي ملخص عن الحلقة قبل الانتقال إلى الاختبار بعد هذا إذن عدنا المصطلح اللي مر علينا اليوم Ask somebody out Ask somebody out Ask somebody out وتعرف معناه دعوة على موعد أو دعوة شخص ما على موعد Ask somebody out أما المثال الأولي اللي كان عندنا Brain asked Judy out to dinner and a movie المثال الثاني عندنا When he finally asked her out She readily accepted ممتاز خلنقرأها خمس مرات حتى نروح الاختبار She asked somebody out Brain asked Judy out to dinner and a movie When he finally asked her out She readily accepted قرأناها مرة ثانية نقرأها المرة ثالثة Ask somebody out Brain asked Judy out to dinner and a movie When he finally asked her out When he finally asked her out She readily accepted Ask somebody out Brain asked Judy out to dinner and a movie When he finally asked her out She readily accepted خلصنا خمس مرات ممتاز الآن خلينا نتقل إلى الاختبار Exam time السؤال الأول Fill in the following blank أملأ الفراغات التالية عندنا هذا فراغ وهذا فراغ أملأ هذا الفراغ وهذا فراغ بالإجابة الصحيحة أكتب الأجوبة أسفل هذا الفيديو في التعليقات حتى نشوف الإجابة الصحيحة وتكون حققت الهدف اللي هو نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقة إذن أملأ الفراغات التالية سؤال الثاني Translate from Arabic to English عندنا جملة مرت علينا بهذه الحلقة ترجمها إلى اللغة الإنجليزية بدون ما ترجع إلى الحلقة وإذا ما عرفت لازم تراجع الحلقة من البداية وتكررها خمس مرات ممتاز عندما طلب منها أخيرا الخروج وافقت على الفور كيف نكتبها باللغة الإنجليزية هذا السؤال الثاني اكتب لإجابة بالتعليقات سؤال الثالث Read aloud read aloud اقرأ بصوت مرتفع عندك هذه الجملة اللي أنت راح تقراها بصوت مرتفع وهذا الشيء تختبر نفسك بإنت طبعا تعرف قرأتها بشكل صحيح أو قرأتها بصعوبة إذا كان عندك صعوبة أنا أصحك تراجع الدرس حتى تتأكد أنه أنت حصلت على المعلومات اللي إجيت من أجلها وتستثمر وقتك بالشكل الصحيح اقرأ الآن نروح لسؤال الأخير اللي عندنا في هذه الحلقة هو السؤال الرابع Write the following word or sentence جيد شنية الكلمة راح تكتبها الآن حتى تعلم الإملاء الصحيح Ask somebody out اكتب Ask somebody out كيف نكتبها باللغة الإنجليزية Ask somebody out أيضا اكتبها في التعليقات حتى نمر عليها والراجحة وحتى أن تتحقق الهدف اللي إجيت من أجله أن تحفظ أكثر كمية من المعلومات وهذا المصطلح المهم Ask out إذن شكرا لكم على المتابعة أتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ونشر هذه المعلومات لأكبر عدد من الناس لأننا نضع الكثير من الوقت والجود في إنتاج هذه الدروس حتى تعوم الفائدة على أكبر عدد من الناس لأن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع واتظرونا بالحلقة القادمة مع مصطلح جديد Ask around Ask around سوف نشرحه بالتفصيل ونأخذ أمثلة وندرب عليه ونحفظه من أول مرة شكرا لكم على المتابعة لا تنسون من صالح دعاكم كنتم معكم في الإعداد والتقديم أحسين الغالبي ثانية من هذا الكورس المميز أهم ميتيان مصطلح باللغة الإنجليزية نحتاج المصطلحات حتى تطور لغتنا الكتابة والقراءة كما قلنا والمحادثة لهذا السبب ركز جيدا معي من الآن لتحفظ من أول مرة سوف نكرر جميع الكلمات خمس مرات لكل كلمة بصوت مرتفع نكتبها بالكراس والقلم وأيضا نقوم بإجراء الاختبار في نهاية هذه الحلقة لهذا السبب استعد جيدا وهي لنبدأ في الحلقة الثانية من هذا الكورس مصطلحنا لهذا اليوم ask around اقرأ معي أسأل الكثير من الناس نفس السؤال يسأل نفس السؤال يسأل العديد من الناس وراح نشوف الأمثلة ونطلع عليها ونحفظها جيدا خلنا نبدأ بالمثال الأول سألت هنا وهناك ولكن لم يرى أحدا محفظتي إذن خلنا نقرأها خمس مرات أنا وأنت لهذه الجملة الآن ممتاز أفضل طريقة العثور على هاتف محمول جيد هي أن تسأل من حولك أو تسأل هنا وهناك جيد؟ خلنا نقرأ الجملة خمس مرات الآن اقرأ معي أخر مرة The best way to find a good mobile is to ask around ممتاز قرأناها خمس مرات الآن خلنا نسأل مراجعة سريعة لهذا المصطلح وأهم الأمثلة المرت علينا Ask around ومعناها لازم تكون الآن تعرفها المثال الأول I asked around but nobody has seen my wallet والت محفظة كما قلنا I asked around but nobody has seen my wallet جيد المثال الثاني The best way to find a good mobile is to ask around نقرأها المرة الأخيرة Ask around I asked around but nobody has seen my wallet مثال الثاني The best way to find a good mobile is to ask around ممتاز لخصنا هذه العبارات وهذه الحلقة أما الآن استعد جيدا للاختبار سنسوي اختبار أربع أسئلة تجاوب على هذه الأسئلة وتكتب لنا جميع الأجوبة بالتعليق حتى نمر عليها ونصحها حتى تستفاد أنت ويستفاد الآخر ونحقق هدفنا أن نحفظ من أول مرة جيد السؤال أول Fill in the following blank املأ الفراغات التالية عدنا فراغ هنا وعدنا فراغ هنا املأ هذه الفراغات اقرأ الجملة The best فراغ To find a good mobile is to Around جيد اكتب الإجابات بالتعليق الآن اكتب سؤال أول والإجابة جنبه الروح للسؤال بعد السؤال الثاني Translate from Arabic to English Translate from Arabic to English عدنا جملة باللغة العربية ترجمها للغة الإنجليزية كيف نقول باللغة الإنجليزية؟ أفضل طريقة العثور على خاتف محمول الجيد هي أن تسأل من حولك كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ اكتبها الآن في كراسك وأيضا اكتبها في التعليقات حتى تستفاد أنت ويستفاد الآخرون وتحقق الهدف اللي نسعى من أجلك أما السؤال الثالث Read aloud اقرأ بصوت مرتفع اقرأ هذه الجملة وهذا طبعا راح أنت اللي اتصحح نفسك اقرأ الآن جيد إذا قرأتها بالطريقة اللي راح أقرأها آني فأنت قرأتها صح وإذا قرأتها طريقة مغايرة احفظها بالطريقة الصحيح كرها خمس مرات بصوت مرتفع إذا قرأتها هكذا فأنت صحيح وإلا كررها خمس مرات نروح للسؤال الرابع والأخير بهذه الحلقة Write the following word اكتب هذا الكلمة أو هذا المصطلح اللي راح أقول عليه الآن اكتبها حتى تعرف الإملاءاتك حفظتها بالإملاء الصحيح أو لا جيد Ask around Ask around اكتب Ask around في كراسك وفي التعليقات حتى تستفاد منها أنت والآخرين ونتأكد أنه أنت حفظت الإملاء الصحيح للكلمة Ask around Ask around هذا كان عندنا السؤال الرابع والأخير بهذه الحلقة أتمنى تكونوا استفدتم كثيرا من هذه الحلقة إذا واجهتكم بعض الصعوبات بالأسئلة راجعوا الحلقة مرة ثانية حتى تأكدوا من حفظها لأن دائما هدفنا هو نحفظ مئة بالمئة من هذه الحلقات من أول مرة جيد وانتظرونا بالحلقة القادمة راح يكون عندنا مصطلح جديد Add App 2 هذا راح نشرحه بالتفصيل نأخذ علي أمثلة مصطلحات مهمة جدا جدا باللغة الإنجليزية لازم تتعلمها من شخص أو معلم حتى تأخذها بشكل سهل وبسيط ونفس الوقت ما تنساها أبدا هذا سوى هدفنا نحفظ من أول مرة مئة بالمئة فانتظرنا في الحلقة القادمة إن شاء الله مع المصطلح الجديد وشكرا لكم على المتابعة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تأتيكم الدروس تباعا كل يوم إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة انتظركم بالحلقة القادمة كرام في الحلقة الثالثة من هذا الكورس المميز أهمتها مصطلح باللغة الإنجليزية مصطلحنا لهذا اليوم adapt to بمعنى equal تعادل أو تساوي مصطلح مهم جدا رح نتعلمه بأمثلة أيضا ونستخدم هذا المصطلح في عبارات مهمة ونسوي اختبار كما معدتك سوف تحفظ مئة بالمئة من أول مرة تحفظ جميع الكلمات والعبارات لكن يجب عليك تطبيق هذه الخطوات الأساسية اللي هي تكرار بصوت مرتفع خمس مرات لكل عبارة كتابة بالكراس والقلم وإجراء الاختبار إجراء الاختبار ضروري جدا جدا حتى تضمن أنه نفسك حفظت الكلمات وتعلمت شيء جديد وتطورت واقتربت إلى هدفك في تحسين لغتك الإنجليزية جيد adapt to خلي نكرر خمس مرات adapt to adapt to هذه خمس مرات بمعنى equal أو تعادل جيد خلينا نروح الآن إلى أهم الكلمات التي ستمر علينا بهذه الحلقة بالأمثلة ضروري أن تعرفها وتعرف لفظها حتى تسهل عليك فهم العبارات والأمثلة ستصل علينا مشتريات مشتريات هام أو كبير significant significant هام أو كبير significant جيد weight loss weight loss weight loss فقدان الوزن weight loss فقدان الوزن جيد هذه هي من الكلمات التي ستمر علينا سأذهب إلى المثال الأول مثال أول your purchases adapt to two hundred five dollars مشترياتك تساوي تعادل قيمة ميتين وخمس دولار جيد اقرأ معي خمس مرات هذا المثال حتى تحفظ اللفظ الصحيح your purchases adapt to two hundred five dollars your purchases your purchases adapt to two hundred five dollars 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 ممتاز خلينا نروح المثال الثاني all that all that can adapt to a significant weight loss كل هذا يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن اقرأ معي الآن م Reading all that can adapt to a significant weight loss all that can adapt to a significant weight loss ممتاز سوف أضمن أنك حفظت الكلمات من أول مرة ولهذا سأكرها عليك حتى تقرأها بصوت مرتفع جيد؟ خلينا نسوي ملخص سريع قبل الدخول في الاختبار في هذه الحلقة ركز جيدا adapt to adapt to تقرأ هكذا adapt to المثال الأول كان عندنا your purchases adapt to $205 مثال الثاني كان عندنا all that can adapt to a significant weight loss هذا كان عندنا المثال الثاني ممتاز الآن وقت الاختبار استعد جيدا ركز صفذ هناك خلي نجرب المعلومات حفظنا لو ما حفظنا سؤال أول fill in the following blank املأ الفراغات التالية all can adapt to for a significant weight loss اكتب الإجابة للفراغات هنا في التعليقات أسفل هذا الفيديو اكتب بالتعليق السؤال الأول والإجابة أمامه رح نأخذ السؤال الثاني أيضا ونكتب الإجابة أمامه والثالث والرابع أربع سئلة فقط لكنها مهمة جدا في حفظ هذه العبارات الجديدة السؤال الثاني translate from Arabic to English ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية هذه الجملة كل هذا يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن كيف نكتبها باللغة الإنجليزية؟ أبدأ بالترجمة الآن وطور لغتك الإنجليزية يلا اكتب معنا هذه الجملة في التعليقات أيضا نروح للسؤال الثالث read aloud اقرأ بصوت مرتفع اقرأ بصوت مرتفع هذه الجملة جيد إذا قرأتها بطريقة الآن رح أقراها فأنت قرأتها صح وإلا كررها عدة مرات حتى تحفظها بشكل جيد تقرأ هكذا نروح للسؤال الرابع والأخير write the following word adapt to اكتب adapt to حتى أضمن أنك كتبتها بالطريقة الصحيحة والإملاء الصحيح adapt to كيف نكتب adapt to يعادل أو يساوي اكتبها أيضا بالتعليق لا تنسى أن تضغط على إعجاب وإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تدعمنا بالاستمرار وتقديم كل ما هو أفضل نقدم لك هذا الكورس وجميع الدروس مجانية ما نطلبه منك فقط هو أن تدعمنا بالاشتراك والضغط على إعجاب لأن هذا مهم جدا في تقدم القناة وتقديم كل ما هو أفضل لكم جيد الحلقة الثانية حلقة الرابعة ستأتينا سنأخذ مصطلح جديد هو back something up back something up back something up سوف نشرحها بالتفصيل انتظرونا في الحلقة الرابعة كما قلت اضغطوا على إعجاب واشتركوا في القناة تفعيل زر الجرس مهم جدا حتى تحصل على جميع الدروس أيضا اليوم حققنا هدف جديد تقدمنا وتقدمنا أيضا بالحلقات القادمة رح نتقدم لحد ما نوصل حقق هدفنا هو 200 مصطلح مهم جدا باللغة الإنجليزية رح يساعدنا كبيرا في تعلم اللغة الإنجليزية والتطور دائما بإمكانك أن تجد الكورس أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف الكورس كامل بالتسلسل بإمكانك متابعة جميع الحلقات إذا كنت تتابع للمرة الأولى وإذا كنت متابع من الحلقة الأولى انتظرني في الحلقة الرابعة قريبا إن شاء الله إلى اللقاء هذا الكورس المميز 200 أهم مصطلح باللغة الإنجليزية سوف نطور مهارات القراءة والكتابة والمحادثة واللفظ والفهم في هذه الحلقة وجميع الحلقات من هذا الكورس المميز لتحقيق هذا الهدف والحفظ من أبل مئة المعلومات يجب علينا كما قلنا سابقا تطبيق هذه الخطوات الثلاثة المهمة جدا طريقة الحفظ بالجمل ألا وهي سوف نكرر بصوت مرتفع جميع العبارات نكتب بالكراس ونقوم بإجراء الاختبار الاختبار مهم جدا في ضمان أننا وصلنا إلى الهدف المطلوب مصطلحنا لهذا اليوم back something up بمعنى reverse عكسة أو تحرك في الاتجاه المعاكس أو حرك في الاتجاه المعاكس reverse إذن مصطلحنا هو back something up back something up تقرأ معي الآن back something up back something up back something up back something up ممتاز خلينا نروح إلى أهم الكلمات اللي راح تمر علينا بالأمثلة على مصطلحنا back something up الكلمات هي get out get out اخرج إذن مثالنا الأول على كلمات back something up back up الموجودة هنا في المثال يلا نقرأ المثال سويا you would have you would have to back up your car so that I can get out جيد سوف تضطر إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج you would have you would have سوف تضطر to back up your car back up your car تأكس سيارتك تنقلها لاتجاه المعاكس تنقلها تحركها جيد so that I can so that I can get out فلنقرأ هذه الجملة خمس مرات حتى نحفظها باللفظ الصحيح you would have to back up your car so that I can get out you would have to back up your car so that I can get out you would have to back up your car so that I can get out آخر مرة you would have to back up your car so that I can get out ممتاز خلروح للمثال اللي بعده المثال هنا عدنا can you help me can you help me هل يمكنك مساعدتي can you help me I am having a hard time I am having a hard time backing the van up to the door هل تستطيع مساعدتي أواجه صعوبة في إرجاع السيارة إلى البار فلنقرأها خمس مرات can you help me I am having a hard time backing up backing the van up to the door can you help me I am having I am having a hard time to backing the van up to the door نقرأها المرة الرابعة can you help me I am having a hard time I am having a hard time backing the van up to the door والمرة الأخيرة can you help me I am having a hard time backing the van up to the door ممتاز قرأنا الخمس مرات الآن فلنستعد إلى الملخص وبعدها الاختبار لهذه الحلقة جيد عدنا الملخص back something up هذا المصطلح المرأة علينا حفظنا معنا back something up المثال الأول كان you would have to back up your car so that I can get out المثال الثاني كان can you help me I am having a hard time backing the van up to the door جيد الآن خلينا نبدأ بالاختبار طبعا بالاختبار بإمكانك إيقاف السؤال إيقاف الفيديو والإجابة على السؤال وكتابة الإجابة ومن ثم الاستمرار في السؤال بعدها عدنا أربع أسئلة فقط أربع أسئلة مهمة سوف نختبر كمية الحفظ لنا في هذه الحلقة أنا وأنت سويا جيد استعد ركز جيدا حتى تجي بطريقة صحيحة fill in the following blank املأ الفراغ التالي you would have to فراغ your call so that I can get out أجب الآن على هذا السؤال اكتب الإجابة في الفراغ بإمكانك طبعا كتابة جميع الأجوبة بالتعليقات حتى نمر عليها ونصححها وبنفس الوقت يستفاد الآخرين منها وأنت تستفاد في تطوير لغتك والتقدم للأمام جيد بلأت الفراغ الآن خروح للسؤال اللي بعد سؤال الثاني translate from Arabic to English أدنى جملة باللغة العربية الآن ترجمها للغة الإنجليزية كيف نقول سوف تضطر عفوا إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج اكتبها باللغة الإنجليزية مرت علينا طبعا هذه الجملة خلال الحلقة سوف تضطر إلى عكس سيارتك حتى أتمكن من الخروج فكر وكتب الإجابة أيضا إذا واجهت صعوبة في كتابة الإجابة أنصحك بمراجعة الحلقة مرة ثانية أما الآن اقرأ بالصوت مرتفع read aloud can you نعم تقرأها الآن كاملة لهذه الجملة إذا قرأتها بالطريقة التي سوف أقرأ بها الآن فأنت قرأتها صح وإلا أنصحك بتكرارها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد can you help me I am having a hard time backing the van up to the door جيد أما الآن خلق للسؤال الأخير وهو سؤال بسيط جدا write the following word أكتب هذه الكلمة بالإملاء يعني حتى نختبر الإملاء الصحيح لك جيد back something up back something up اكتبها الآن في كل رأسك back something up جيد إذا واجهت الصعوبة كما قلت فيه الإجابة راجع الحلقة من البداية حتى تحفظ بشكل جيد أما الحلقة القادمة سوف نأخذ مصطلح جديد blow up blow up سوف نشرح بالتفصيل نأخذ أمثلة عليها ونحفظها بشكل صحيح أنصحت أن تابع الحلقات من بداية الكورس إلى الآن وكل يوم سوف يكون عندنا حلقة أو حلقتين حتى نستمر لتحقيق هدفنا اللي هو 200 مصطلح باللغة الإنجليزية أهم المصطلحات اللي راح تساعدك وطورك وترفعك إلى مستوى أعلى في اللغة الإنجليزية إذن لا تنسى الضغط على أعجاب لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس أما الرابط كامل لهذه الحلقة تجده في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو شكرا لك على المتابعة نحن نضع الكثير من الوقت والجود في إنتاج هذه الدروس كل ما بإمكانك فعله لتدعمنا هو الإعجاب ومشاركة هذه الحلقة ليستفاد جميع منها شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة رقم 5 قريبا إن شاء الله إلى اللقاء الحلقة الخامسة من هذا الكورس المميز أهم مصطلح باللغة الإنجليزية رح يطور مهاراتنا مهارات المحادثة مع الكتابة والتعبير وإيضا الفهم مع الآخرين إذن ركز جيدا معي من الآن مصطلح عدنا جديد Blow up Blow up بمعنى explode ينفجر أو يفقد صواب Blow up Blow up هدفنا أنه نحفظ مئة بالمئة من معلومات هذه الحلقة لهذا السبب يجب أن نطبق طريقة فعالة مجربة وممتازة نستخدمها في قناة سفرس أكاديمي على وهي هنا ثلاث نقاط النقطة الأولى كرر الكلمات الجديدة بصوت مرتفع اكتب بالكراس والقلم وقم بإشراء الاختبار الاختبار مهم جدا خلينا نبدأ الآن let's begin فلنقرأها خمس مرات الآن blow up 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 ممتاز قرأناها الآن خمس مرات خلينا ننتقل إلى أهم الكلمات وبعدها نأخذ أمثلة على كلمات blow up حتى نتعلم كيف نستخدمها في جمل كلمات الجديدة اللي راح تمر علينا نشوفها الآن racing racing سباق crashed crashed اصطدم crashed اصطدم fence fence سياج أو حاجز إذن سياج أو حاجز fence أما الآن نأخذ المثال أول على كلمة blow up جيد the racing car the racing car blow up after it crashed into the fence أقرأها ببطء حتى تفهم كلمة كلمة بشكل جيد the racing car the racing car سيارة السباق blow up blow up انفجرت انفجرت blow up فعل الماضي blow up blow up هنا حرف O بالمضارع ولكن بالماضي تصبح E blow up blow up بالماضي انفجرت after it crashed after it crashed into the fence بعد اصطدامها بالسياج فلنقرأها كمس مرات أنا وأنت بصوت مرتفع الآن the racing car blow up after it crashed into the fence the racing car blow up after it crashed into the fence جيد the racing car blow up after it crashed into the fence والمرة الرابعة the racing car blow up after it crashed into the fence مرة الأخيرة the racing car blow up after it crashed into the fence ممتاز خلينا نروح الآن للمثال الثاني a police officer a police officer was killed when her car blew up قتل ضابط ضابط للشرطة عندما انفجرت سيارتها جيد a police officer was killed when her car blew up نقرأ خمس مرات الآن a police officer was killed when her car blew up a police officer was killed when her car blew up مرة رابعة مرة الأخيرة a police officer was killed when her car blew up ممتاز خلينا نروح أيضا إلى الملخص لهذه الحلقة أخذنا مصطلح blow up not something هذه something راح تأخذها بالحلقة القادمة هاي نشخط عليها something لأن تعطينا معنى آخر إذن blow up blow up اترك هذه something blow up blow up the racing car blow up after it crashed into the fence هذا المثال الأول a racing car blow up after it crashed into the fence بعد أن اصطدمت في السياج a police officer a police officer was killed when her car blew up ضابط للشرطة قتلت بعد أن انفجرت سيارتها جيد خلينا الآن نبدأ بالاختبار ركز جيدا من الآن حتى تجيب على جميع الأسئلة لدينا أربع أسئلة كما اعتدنا في هذا الكورس بإمكانك الإجابة على كل سؤال راح نطيك وقت تكتب الإجابات بالتعليق أسفل هذا الفيديو حتى نمر عليها ونصحها تستفاد أنت ويستفاد الآخرون من إجاباتك أيضا يلا نبدي املأ الفراغ التالي نعم ماذا نكتب في هذا الفراغ اكتب الإجابة الصحيحة في هذا الفراغ اكتبها بالتعليقات اكتبها بكراسك المهم تجيب على هذا السؤال نروح للسؤال الثاني ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية قتل ضابط شرطة عندما انفجرت سيارتها نعم اكتب الإجابة الترجمة لهذه الجملة أما في التعليقات أو في كراسك خلينا الآن ننتقل للسؤال اللي بعد طبعا كل وقت بإمكانك أن توقف الفيديو وتجيب لحد ما تخلص الإجابة تنتقل إلى السؤال البعض read aloud read aloud اقرأ هذه الجملة بصوت مرتفع الآن جيد انطعتك الآن وقت كافي لقراءة هذه الجملة خليني أقرأها إليك إذا قرأت مثل ما رح أقرأها الآن أنت قرأتها صح وإلا كررها خمس مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها باللوظ الصحيح بشكل جيد أكتب بالإملاء الكلمة التالية blow up blow up اكتبها في كراسك حتى نتأكد من الإملاء الصحيح ومن تركيبة الكلمة بشكل صحيح blow up اكتبها في كراسك الآن جيد الآن أكملنا blow up بنجاح وحفظناها بشكل صحيح وأتمنى نكون حققنا الهدف اللي سعينا من أجله في هذا الحلقة في جميع الحلقات من هذا الكورس المميز نحن نضع الكثير من الوقت والجهد في إنتاج هذه الدروس كل ما أتمنى منك أن تضغط على إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس تشارك هذه الحلقات لأكبر عدد من الناس لأنهدفنا في قناة سفيرس أكاديمي هي نفع أكبر عدد من الناس جيد شكرا لك قمت بعمل رائع اليوم حفظت هذا المصطلح في أهم الأمثلة شكرا لك جزيل الشكر استمر بالتقدم دائما خطوة خطوة نحو هدفك ولا تستسلم أبدا اترك الأعذار واستمر في تحقيق هدفك جيد انتظرنا بالحلقة القادمة اللي راح يكون عندنا مصطلح جديد هو Blow Something Up يختلف عن Blow Up راح نشرحها بالتفصيل تابع الحلقة السادسة شكرا لك على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لك